نقلت صحيفة هارتسا الإسرائيلية عن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قولها إن حربا مع حزب الله ستفضي إلى دمار غير مسبوق وستتسبب في سقوط آلاف القتلى في صفوف الإسرائيليين باعتبار أن الحزب يملك 150 ألف صاروخ وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استمرار الحرب على غزة يتجرأ حزب الله ويصاعد من تحديه عبر محاولات تسلل إلى العمق الإسرائيلي وإطلاق قذائف هاون وصواريخ ونقلت هارتس عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أنه على الرغم من أن حزب الله لا يزال غير معني باندلاع الحرب فإن هذا الاحتمال قائم بفعل تواصل تحرشاته بالجيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر